اشتركوا في القناة وصافية مشمسة على كل المناطق الشمالية للجزائر المناطق الشرقية الوسطى والغربية ما تزيل بعض السحب على المناطق الداخلية الغربية دون فعالية منطقة الاولياء الشمال الصحراء والوحات والمناطق الجنوبية الشرقية نحية ورقلا ستكون اجواء ايضا صافية ومشمسة اقصى الجنوب وايضا منطقة تندوف ومنطقة الصورة سنسجل سحب كثيفة عابرة قد تعطي بعض الزخاة المطرية خاصة على منطقة الصورة وولاية بشار وايضا تندوف بحول الله تعالى في الفترة المسائية اليوم الاحد من المتوقع ايضا نفس الحالة اجواء صافية مشمسة على كل المناطق الشمالية للجزائر المناطق الشرقية الوسطى والغربية ومنها السواحل منطقة الاوراس وشمال الصحراء والوحات ايضا اجواء صافية مشمسة وايضا سحب كثيفة ستميز المناطق الصحراوية والبداية بمنطقة الصورة ايضا ولاية العام الأغواط والبيض وصولة للجنوب الجلفة والى غاية أقصى الجنوب الى غاية ولاية تمرست وبرج بجي مختار وعين صالح سحب متابعين كرام قد تعطي بعض الزخاة المطرية خاصة على ولاية بشار وايضا منطقة غرداية بحول الله تعالى نمر معكم الى درجات الحرارة والبداية بدرجات الحرارة الدنيا متابعين كرام سنسجل درجات حرارة ما بين 9 الى 10 درجات على كل المناطق الداخلية الشرقية الوسطى والغربية ما بين 13 الى 14 درجة على كل السواحل الشرقية الوسطى والغربية ما بين 10 الى 12 درجة على منطقة الصورة وشمال الصحرا والواحات ايضا المناطق الصحراوية ما بين 13 الى 14 درجة اما درجات الحرارة القدس ومتابعين كرام سنسجل الارتفاع في درجات الحرارة للأيام القليل القادمة على المناطق الجزائرية وسنسجل درجات حرارة تصل إلى 20 درجة على كل المناطق الشمالية للمناطق الشرقية الوسطى والغربية ومنها السواحل منطقة الصورة إلى غالث تمال الصحراء والواحات ما بين 21 إلى 23 درجة والمناطق الصحرائية سنسجل أجواء حارة نسبيا درجات حرارة قد تصل إلى 33 درجة خاصة على برج برج مختار وعين صالح أما المناطق الأخرى الجنوبية ما بين 27 إلى 31 درجة أما الرياح متعبين الكرام اليوم الأحد ستكون في الموعد على المناطق الصحراوية وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب المناطق الحدودية مع دولة نيجر ومالي ستعرف الرياح تصل إلى 25 كم في الساعة ما يعني تطاير لبعض الرمال وزوابها رملية أما للملاحة والسيد البحر ولي كل الصيادين البحر سيكون هادئ ورأي الخضراء لكل الصيادين على السواحل الشرقية الوسطى والغربية إذن كل الخيانة من الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة